موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب السطف الأول الثانوي النهاردة معدنا ان شاء الله مع the main vocabulary of lessons 1 and 2 and the most important language notes in this unit so let's start النهاردة ان شاء الله هنركز على الكلمات الرئيسية للدرس الأول والتاني وكمان هنركز على الملحوظات اللغوية الموجودة عندنا في الدرس فيالله بينا نبدأ عندي الكلمات بتاعت الدرس الأول والتاني app application communication communication connected connected وقلنا connected to يعني شيء متصل بشيء طبعا physically يعني حاجة زي مثلا اقول the printer is connected to the computer عندي بعد كده كلمة hack وطبعا hack معناها اختراق او يخترق نخلي بالنا لها معاني كتير جدا يعني مثلا لو انا قلت he hacked the pole معناها he kicked the pole roughly and without control يعني هو شاط الكورة بقوة من غير ما يكون فيها اي نوع من التحكم طبعا بالنسبة لكلمة hack هنا عندنا في درسنا بتتكلم عن computers يعني to secretly find a way of looking at and changing information on somebody's else computer system without permission معناه ان في شخص بيقدر ان هو يدخل ويخترق المعلومات اللي بتخص شخص تاني طبعا على الجهاز بتاعه بيقدر ان هو يخترق المعلومات دي ويعرفها طبعا the preposition is into يبقى لما اقول يخترق جهاز معين فبستخدم ايه hack into فمثلا المثال he hacked into the bank's computer يعني هو اخترق الكمبيوتر بتاع البنك عندي بعد كده the internet security smart phone technology accident وطبعا انا قلنا قبل كده يعمل حدثة يعني have an accident business خلي بالنا ان business is an uncountable noun يعني اسم لا يعد ولكن انا عندي كلمة businesses وبقصد بيها ايه بقصد بيها companies organizations or institutions that do business يعني بقصد بيها الشركات اللي بتقوم بالعمل الايه التجاري او الاعمال الحرة فلو اتجمعت بيبقى معناها شركات او مؤسسات تجارية cause وطبعا عندنا كلمة cause يعني يسبب ولو انا استخدمتها as a noun لو استخدمتها كاسم هتبقى سبب وقلنا what is the cause of the fire ايه كان سبب الحريق يبقى the cause of عندي بعد كده checked checked controlled controlled created طبعا create يعني يخلق او ينتج عندي creator اللي هو طبعا الخالق وطبعا دي بتخص ربنا سبحانه وتعالى كمان نقدر نقول ان احنا عندنا فيه صفة اسمها creative ودي بستخدمها لما بكون بتتكلم عن someone who has a lot of good and new ideas لما بكون عنده افكار جديدة وافكار كويسة فبنقول عليه شخص ايه creative وهنا معناها مبدع عندي بعد كده criminal criminal اللي هي مجرم وخدنا crime يعني جريمة وخدنا commit a crime يعني يرتكب جريمة بعد كده عندي develop وعندي كلمتين مهمين جدا وانا بشرح كلمة develop لازم يكون في دماغي كلمتين بيجوا كتير جدا في الترجمة developing countries اللي هي البلاد النامية اللي هي مش متطورة اما developed countries بمعنى البلاد المتقدمة يبقى عندي developing اللي هي النامية developing countries اما developed countries يعني البلاد المتقدمة بعد كده عندي device device ونخلي بالنا عشان هي شبه كلمة advice بعد كده عندي disadvantages و the opposite of disadvantages اللي هي ايه اللي هي advantages اللي هي المزايا والعيوب وخدنا قبل كده pros and cons وقلنا pros and cons يعني ايه يعني المساوئ والمميزات كمان عندي driverless cars يعني العربيات اللي بتتساء من غير ايه من غير سواء عندي بعد كده electric وطبعا ده كلمة مشتقة من electricity الكهرباء electric يعني ايه يعني اي حاجة بتستخدم the power of electricity to work يعني مثلا اقول electric heater electric fridge electric television تلفزيون كهرابي ثلاجة كهربائية المهم انها بتستخدم power of electricity وما اني بشرح electric فنخلي بالنا ان انا لو عندي بقى معدات كهربية او عايز اقول بضائع كهربية او عايز اقول مهندس كهرابي بيشتغل بالكهرباء ما نفعش استخدم الصفة electric لان electric معناها انه محتاج power of electricity to work فطبعا المهندس بيش بيحتاج طاقة كهربية عشان يشتغل لا يبقى احنا كده لازم ندور على كلمة تانية تناسب المعنى فهنقول electrical engineer electrical electrical goods electrical equipment يبقى مع الثلاث كلمات دول هستخدم electrical طيب كمان انا عايز اقول مثلا في عام الفني بيفهم في القهرباء فمش اقول بقى ولا electric ولا electrical هقول electrician يبقى عندي ناوين اسمه electrician بتبقى نفس الكلمة وبتزود لها ian بعد كده عندي empty empted empty empted اللي هي يفرغ بتيجي بمعنى يفرغ ده لو كان verb وبتيجي بمعنى فارغ عندي بعد كده enough expert expert flexible 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 يعني مرن معاكسها inflexible inflexible يعني غير مرن heating imagine imagine بمعنى يتخيل وإلنون منها imagination اللي هو تخيل latest the latest news يعني احدث الاخبار عندي بعد كده lighting هي الاضاءة وخلوا بالكو في كلمة تانية اللي هي lightning lightning اللي هي البر بيكون قبل ال ing في n تانية بعد كده عندي link زي مثلا اقول there is a link between long diseases and smoking هنا بتجيب معنى صلة او ارتباط اما بالنسبة للينك لو انا بتكلم بالمعنى المادي انها يربط حكتين ببعض فممكن اقول مثلا the series canal can link the red sea and the Mediterranean sea بعد كده عندي machine بعد كده عندي major رئيسي وطبعا عكسها minor minor ثانوي او مش رئيسي network online the opposite of online off line organization petrol possible power station protect عندي protect بيجي معها preposition from or against يبقى protect from ولو ملقيتش from يبقى protect against يحمي من rubbish pin safe وطبعا سيف امن اما لو قلت safety الامان ولو قلت save بمعنى ينقذ او يتدخر sat nav نخلي بلنا بقى ان sat nav ديت للي هي تعتبر نظام الملاحة عن طريق الاقمار الصناعية طيب هي ايه sat nav دي بنقول عليها ايه بالانجليش it's a system that uses information from satellites to find the best way of getting a place and it's often found in cars يعني السات nav ده اللي هو بيكون فيه معلومات او نظام معين كده بنقدر من خلال الاقمار الصناعية يبقى عندنا معلومات بتساعد الشخص على ان هو يعرف الاماكن زي الجي بي اس اللي احنا بنتكلم عنها برضو دي تعتبر من السات nav كمان هي بتبقى متوجدة في الايه في السيارات وبتسهل علينا الايه ان احنا القيادة السيارات بتعرفنا اماكن الايه اللي فيها traffic jams بتعرفنا الايه الطرق فبنقول عليها sat nav بعد كين عندي sites steal ونخلي بلنا steal something بيسرق شيء يعني مثلا he stole the money he stole the bag اما لو انا ذكرت الشخص مش هقول steal هقول rub he robbed him of his bag he robbed him of his money يبقى rub وبعدين الشخص وبعدين of وبعدين الشيء يبقى عندي rub اللي هي rob طب ولو ذكرت كمان the place لو انا بذكر المكان مش هذكر برضو steal هذكر rub فقول they robbed the bank والناون منها اللي هي robbery بعد كده عندي system tablet use نخلي بلنا use انما لو هي بمعنى استخدامها تطنتق use بعد كده عندي world wide world wide يعني عالمي camping illegally illegally يعني بشكل غير قانوني بعد كده عندي particular بعد كده عندي recent shopping survey والسرفي دي بتبقى دراسة او استطلاع بيبقى من خلال اسئلة بنسألها للناس بنقدر نعمل دراسة ميدانية بعد كده عندي task or task عندي بعد كده expressions and phrases be known as وهنا بيبقى عنها ان انا اقول am is or يعني احط verb to be he is known as مثلا the most important sports star in this team يعني هو مشهور او هو معروف انه هو افضل لعب في الفريق ده driverless car as often as i can collect someone from a place طبعا احنا اخذين collect بمعنى يجمع انما لو قلت i am going to collect my sister from school يعني انا هروح اجبها من المدرسة بعد كده عندي collect information outside world make a decision on your phone lose money important to information about listen to break into communicate with connect to hack into send messages to the use of worried about leave on عندي بعد كده طبعا المشتقات apply application applicant نخلي بالنا apply for a job يعني ايه يعني يتقدم للوظيفة طيب لازم اعمل ايه لازم املى الابليكيشن الابليكيشن هنا معناه تطبيق او نموذج طلب الوظيفة كمان عندي applicant اللي هو الشخص اللي بيطلب الوظيفة او المتقدم للوظيفة بنقول عليه applicant طيب لو الحاجة دي بقى بالنسبة لي suitable or appropriate لو هي قابلة للتطبيق لو الفكرة دي مثلا عن this idea is applicable نقصد بيها ايه نقصد ان الفكرة دي قابلة للتطبيق يعني مش فكرة مش فكرة يعني مش فكرة مستحيلة فبنقول applicable applicable اوكي بعد كده applied يعني ما اقول مثلا this system is applied in all schools all over egypt يعني هذا النظام مطبق بالفعل في كل مدارس الجمهورية يبقى هنا applied بمعنى مستعمل او مطبق بعد كده عندي verb communicate communicate نركز بان انا لما اقول i can communicate with deaf students by using sign language يعني انا بقدر اتواصل مع الاطفال او الطلاب اللي هم الصم عن طريق استخدام لغة الاشارة communicate with people اما لو قلت بتواصل بلغة معينة هقول communicate in يبقى communicate in sign language communicate in English communicate in Arabic Arabic etc عندي بعد كده التواصل الناوين عندي اللي هو communication والمحاور اللي بيتواصل معي يقول عليه communicator اما لو انا عايز اقول ان الحاجة دي open or frank الحاجة دي واضحة او صريحة ممكن اقول عليها communicative كمان ممكن استخدم كلمة communicative بمعنى talkative يعني ايه talkative يعني صرصار او بيتحدث كثيرا عندي بعد كده control يتحكم وcontrol برضو بمعنى تحكم يبقى معنى كده انها verb و noun عندي controller بعد كده controlling يعني controlling يعني مسيطر او متسلط اقول he is a controlling person اما طبعا بالنسبة للشخص المطيع او اللي هو بيبقى مسيطر عليه بنقول عليه controllable اما لو عايز اقول مثلا ان المكان دوت مراقب او موجده بنقول عليه controlled controller واللي هو person who manages or directs something يعني الشخص اللي بيقود او بيدير شيء ما زي مثلا large organization يعني مثلا اللي هو بيتحكم في مؤسسة كبيرة كمان ممكن نتكلم عن controller ده بمعنى device that controls or regulate a machine or part of a machine يعني مثلا اقول a temperature controller مش بس بتطلق على الانسان ولكن بتطلق على الاشياء عايز اقول ان الجزء ده هو المتحكم في مثلا درجة الحرارة فبنقول عليه controller create اللي هو يخلق عندي creation اللي هو الخلق او التكوين عندي بعد كده creativity اللي هي بمعنى ابداع عندي creator اللي هو creator عندي بعد كده الصفة اللي هي creative incriminate يعني يتهم شخصا بجريمة عندي crime criminal مجرم develop يتطور تطور او تنمية developer بمعنى مطور عندي بعد كده developed قولنا develop the countries اللي هي البلاد المتطورة imagine imagination اللي هي الخيالات او التصورات imaginings بعد كده عندي imaginable شيء يمكن تخيله عندي بعد كده imaginary اللي هو خيالي زي مثلا اقول this is not a real situation it's an imaginary situation بعد كده عندي imaginative ولما وصف مثلا شخص انه هو imaginative معنى انه هو inventive يعني شخص مبدع وعنده افكار بعد كده عندي organized organization organizer organizational يعني شيء تنظيمي او يعني قابل للتنظيم بعد كده عندي organized يعني شيء منظم يبقى العايزة اقول الحفلة دي منظمة يبقى this is an organized party يعني حفلة منظمة well organized يعني منظمة بشكل جيد بعد كده عندي protect protection protector protected يعني شيء محمية ما يقول مثلا all historic places and very important places are protected by the UNESCO يعني بيتم حمايتها عن طريق منظمة اليونسكو protective يعني شيء وقائي زي مثلا لما اقول we should use all the protective زي مثلا لما اقول we should use all the protective measures to protect ourselves from coronavirus pandemic ده معناه مثلا نحن ناخد كل الإجراءات الوقائية وبالمناسبة هنا measures هنا إجراءات وprotective يعني وقائية يبقى protective measures يعني إجراءات وقائية طبعا كلمة measures m-e-a-m-e-a-s-u-r-e-s بعد كده عندي secure security and secure برضو بتيجب معنى إيه secure بتيجب معنى مأمون وطبعا بالنسبالي دي adjective connect connection connector and connected آخر حاجة عندي hack وقلنا hack into a system يعني إيه يعني يقترق نظام معين يبقى hacking اللي هو الاختراق نفسه وهك برضو بتيجب معنى اختراق أما لو قلت مثلا this system is hacked يبقى بيستخدمها قصفه يبقى بمعنى إيه تم اختراقه عندنا بعد كده بقى word synonym and antonym connected linked joined disconnected detached control command dominate وعكسها follow or surrender بعد كده عندي develop advance flourish flourish بمعنى يزدهر antonym decline ويتدهر عندي decrease بمعنى يقل disadvantages اللي هي بتساوي في المعنى demerits demerits اللي هي الإيه المساوي اللي هي برضو بتديني معنى إيه بتديني cons بعد كده عندنا antonym advantages pros and merits عندي بعد كده empty اللي هي بمعنى clear or vacate عكسها طبعاً fill or occupy enough adequate adequate طبعاً ننطقه كويس adequate or sufficient اللي هي بمعنى كافي وعكسها inadequate or insufficient heating warming boiling cooling freezing illegal اللي هي unlawful or banned or unauthorized وعندنا طبعاً authority اللي هي بمعنى سلطة يبقى unauthorized يعني غير قانوني كمان عندي بقى العكس بتاعها legal lawful authorized link join connect or the antonym detached or separate خلوا بلكوا اني separate يفصل اما لو قول separate بقت منفصل يبقى الverb اسمه separate اما منفصل يعني separate major بمعنى main primary leading اما العكس بتاعها الantonym معنى minor secondary trivial trivial بتيجب معنى تافع safe secure protected antonym insecure and risky security and safety antonym insecurity or danger ملخص الدرس بتاعنا بيكلم عن the internet of things بقول لي linking the world communication is no longer about people talking to one another but about machines talking to machines عايز يقول لي ان دلوقتي تتواصل مبقاش مجرد ناس بتكلم بعضها ولكن الات ممكن تكون بتكلم الات ازاي يعني this is known as the internet of things بيسموها حاجة اسمها the internet of things لو مرحزين معايا طبعا ده الاختصار بتاع الاي الاولينية اللي هي internet والاو اللي هي of والتي اللي هي things technology is developing so fast that experts believe everyone be connected to the iot اختصار كلمة ايه اللي احنا قلناها من شوية internet of things connecting our homes many things in our homes are going to be connected to the iot بيقول لي ان كل حاجة في البيوت بتاعتنا بعد كده يكون لها ارتباط بالانترنت already people can control the heating and lighting from their phones دلوقت عشان تقدر تتحكيمي في الإضاءة تقدر تتحكيمي في الحرارة بقى من خلال استخدام التليفون but in the future computers will make the decisions for us بيتوقعوا انا طبعا production عشان كده مستخدم will بيقول لي ان الكمبيوترز هتقدر انها تعمل القرارات واحنا ننفذها they'll even be able to say when the rubbish bins need to be emptied and control how much water we use هيبقى في امكانهم وطبعا دي productions توقعات ان الكمبيوتر هيبقى كل حاجة في حياتنا هيقول لنا امتى المفروض ان احنا نفرغ صناديق القمامة كمان هيقدر يتحكم في كمية المية اللي احنا بنستخدمها no more driving بيقول لي كمان cars can already connect to the internet احنا اتفقنا ان ال iot اللي هي the internet of things يعني ارتباط الانترنت بالأشياء كمان بيقول لي ان عربياتنا كمان هتبقى مرتبطة بالانترنت والكلام ده هيبقى ازاي يلا نقرأ ونشوف بيقول لي cars can already connect to the internet using smart phones but imagine if you can get a driverless car to come and collect you using an app on your phone دلوقتي بيقول لي ان العربيات بالفعل بتقدر ترتبط بالانترنت وطبع احنا عارفين ال set nav وان احنا نقدر نعمل ال gps والحاجات دي تعرفنا الطرق عن طريق استخدام ال smart phones بتاعتنا ولكن كمان بيقول لك تخيل بقى ان السيارات دي هتبقى كمان من غير سوئين يعني driverless cars هتبقى موجودة في كل مكان ونقدر كمان ان احنا نجيب شخص تانى من مكان باستخدام ال app اللي الموجود على الفون all driverless cars can be electric and much cleaner than petrol ones وده هيكون مفيد للبيئة لانها هتكون كهربئة expert thinks our roads will be safer as there will be fewer accidents using driverless cars كمان من الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها في unit possible problems ما هو مش كل حاجة تبقى advantages كمان هيبقى عندي بعض المشاكل many people don't think iot is safe enough yet مش معنى ان الاشياء كلها ترتبط بالانترنت فده يعني حاجة امنة مية في المية ولكن لا طبعا في مشاكل هتقابلنا computers collect information about people and businesses which criminals can steal بامكان اللصوص انهم يوصلوا للمعلومات اللي موجودة على ال computers وده طبعا هيسبب لنا مشاكل they use this information to hack into organizations like hospitals power stations and airports طبعا ده بيبقى ال hacking اللي بيحصل دوت بيدخلوا وبيعرفوا المعلومات عن المؤسسات دي وده طبعا بتسبب مشاكل كتيرة and cause major security problems تقدروا بعد كده تقرؤوا الجزء اللي باقي عندكم وتاخدوا بالكم من الحاجات اللي احنا قلناها كويس قوي طبعا دي definitions برضو لازم تتقرؤوا ولازم نبقى عارفين هي مع النهائي بالنسبة بقى للnotes اللي موجودة عندنا على lessons one and two بيقول لي be able to اللي هي قادر أن وطبعا نركز ان able مش verb able دي صفة والopposite بتاعها unable زي مثلا بيقول لي birds are able to fly لو عايز اعملها في الماضي يبقى مثلا نقول they were able to find a solution to the problem هم قدروا ان هم يلاقوا حل للمشكلة لو عايز اعملها future هتبقى they will be able to will be able to عندي اللي بيساوي able اللي هو capable وكيبابل برضو صفة بيجي قبلها verb to be بس الفرق ان هي بعدها of وبعد of هاجيب ناون or verb ing عندي امثلة birds are capable of flying. بعد كده ده كله بيساوي have the ability to. يبقى لو انا اقول birds have the ability to fly هي هي birds are able to fly. هي هي birds are capable of flying or they can fly اما لو عايز اقول يمكنني ان افعل ذلك هنا بقى ما بقتش صفة بقت ايه بقت فعل. اللي هو verb enable. يبقى لو انا مثلا انا عايز اقول ان الاجنحة بتمكن الطيور من الطير فهنقول wings enable وخلوا بالكوا enable verb wings enable birds to fly يعني مثلا انا قدر اقول ان الانترنت بتمكننا من ان احنا نتواصل مع الناس في جميع انحاء العالم هنا هستخدم الverb enable فاقولي the internet enables. ركزوا بقى معي قلت enables. لان عندي the internet اللي هي it. يبقى the internet enables us to communicate with people all over the world. بعد كده عندي electric وشرحتها electrical electricity electrician. اما لو قلت على حاجة electronic بمعنى ايه بمعنى الكتروني. زي مثلا the manager sent me an electronic mail. ودايما the e بتبقى معناها electronic فالemail يعني electronic mail. e books يعني electronic books ودي معناها انها موجودة على الانترنت. بعد كده عندي experience شرحناها قبل كده قلنا انها uncountable noun. اسم لا يعد لما بتكون بنقصد بيها knowledge او information اللي عنده الشخص في مجال معين. اما لو قلت he is a wise man. هو شخص حكيم. he has a lot of experiences in life. هنا experiences جمعتها لانها معناها الايه الخبرات او التجارب اللي مرت في الحياة. عندي بعد كده experiment و experiment تجربة علمية وبتيجي معها do بنقول مثلا the scientist is doing an important experiment in the lab now. known as معروف كه. مثلا Sinai is known as the eastern gateway to Egypt. يعني هي البوابة الشرطية لمصر. اما known to معروف للنس. يعني مثلا اول عيد الامام is well known to all the people who live in the Arab world. اما known for يعني مشهور بحاجة معينة. فبقول مثلا Mr. Anwar is known for his good manners and morals اخلاقه الطيبة. احنا كده عرفنا known as, known to و known for. كمان هنا عندي النوتس. نركز بقى للنوتس اللي عندي بيقول لي technology is developing so fast that experts believe و بيكمل. so adjective that. القادة دي معناها ايه؟ لو جبت so وبعدين صفة وبعدين that معناها جدا لدرجة ان. وطبعا بعد that زي ما انتو شايفين لازم يجي وراها جملة. يعني مثلا اقول the question is so difficult that I can't answer it السؤال صعب جدا لدرجة اني مش عارف احله يبقى so, adjective, that وبعدين جملة. احيانا بيبقى ما بين so و that بيكون في adverb. مش لازم تكون adjective مثال تاني مثلا لما اقول زي مثلا لما اقول he is talking so slowly that I got bored زي مثلا لما اقول he is talking too زي مثلا لما اقول he is talking so quietly that I can't understand anything from his speech يعني لما اقول مثلا ده بيتكلم بهدوء جدا لدرجة اني مش قادر افهم وبيقول ايه زي مثلا لما اقول he is talking so quietly that I can't hear him بعد كده عندي نوتس تاني بتقولي all driverless cars will be electric and much cleaner. نركز ان انا عندي في ال comparative في الصيغة المقارنة بين اثنين في ملحوظة مهمة جدا ان انا ممكن اصبقها بكلمة much فاقول much cleaner much faster much slower much more intelligent much more beautiful يعني اي صفة سواء كانت من مقطع واحد او من اكتر من مقطع ممكن في المقارنة بين اثنين عشان اعمل emphasis اصبقها بكلمة much اصبقها بكلمة a lot اصبقها بكلمة slightly اصبقها بكلمة far يبقى كل الكلمات دي بتكون للتأكيد نركز تاني على النقطة دي بقى بقولني many people don't think iot is safe enough yet يعني في كثير من الناس ما بيعتقدوش ان ارتباط كل شيء بالانترنت ده بيكون امن ونلاحظ طبعا ان استخدمنا يت مش في المدارع التام ولكن ممكن تستخدم بمعناها العادي مع المدارع البسيط many people said that they did want use the internet when shopping نلاحظ ان احنا متعودين ان بعد when ممكن اجيب جملة لكن النهاردة بعلمكم ان ممكن بعد when استخدم ing زي while خلاص كده احنا متعودين اني مبستخدمش الاعجزالري did الا في الايه في السؤال وفي الشورت انسرز في الاجابات المختصرة وفي النفي اللي هو negative statements اما هنا ولا في سؤال ولا جملة مختصرة في yes او no ولا كمان في negative اما لانا مستخدمها ليه لحاجة اسمها emphasis للتأكيد يبقى انا ممكن احط did قبل الفعل واشيل منه الايه الماضي يبقى بدل ما اقول they wanted to you the internet هقول they did want عملت كده ليه عشان اعمل حاجة اسمها emphasis اللي هي تأكيد ملاحظين كمان ان احنا كنا اخدنا قبل كده ان ممكن y league ورافرب ing المثال هنا بيقولني ان ممكن بعد when اجيب برضو noun هو shopping اللي هو معنى التسوق زي برضو فيه مثال ممكن نجيب بعد if بدل ما اجيب جملة كاملة استخدم الايه استخدم ال past participle اللي هو مثلا you can use this information if needed بدل ما اقول ايه if it is needed هقول if needed يبقى فيه في اللغة حاجات كتير جدا بنتعلمها من خلال الجمل اللي بتقابلنا كمان اخر ملحوظة عندي بيقول around 50 million people or persons بيكمل هنا عايزي علمني ان الارقام لا تجمع عندي hundreds لا تجمعش تبقى 200 لا تبقى 200 300 4000 7 million امتى تتجمع ونحط لها s لو كان مفيش قبلها رقم يعني اقول مثلا آلاف من مئات من وبيجي بعدها of يبقى التعبير دا ساعتها ممكن نجمعه فنقول thousands of millions of وهكذا نعم 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 نعم